بشكل جديد عادت فيرجينيا وولف لتجلس قبالة نهر تيمز في ريتشموند على مقعد مريح استقبلت الأديبة البريطانية عشاقها بعدما تركتهم والعالم طواعية عام ٤١٩٠٠٠٠٠ أشعر أنها طريقة مذهلة لتخليد ذكريها ليس فقط في ريتشموند ولكن عبر كل محطات حياتها سعيدة لظهورها بهذا الشكل الطبيعي من حذائها الأنيقي إلى تفاصيل وجهها وشعرها يأمل الجميع في إعادة استكشاف فيرجينيا وولف تعلمون أنها كانت مفكرة ومهتمة بالناس أتمنى أن يستخدر الجالسون بقربها بكاءها وحبها للإنسانية متأملة نهر تيمز تبدو فيرجينيا سعيدة بانبعاثها سعادة تتقاسمها معها النحات لوري ديزنغريمل شرف عظيم أن أختار لنحتي هذا العمل أعلم أن نحاتين غيري تمنوا ذلك لأن فيرجينيا شخص مذهل بفضل التمثال الجديد أضحى ممكن لعشاق فيرجينيا وولف أن يحظوا بجلسات خاصة معها هي الجالسة بكبرياء على عرش من الأدب الإنجليزي